سيد محمد العربي زيتوت كيف نفهم هذا الخطاب خطاب التخويف خطاب الترعيم ننهبكم أو نعيدكم إلى تسعينات نسرقكم أو نعيدكم إلى الدماء والدموع نجعل حياتكم رديئة مملة يائسة بائسة أو تعودون إلى القنابل والإرهاب من صنع الإرهاب الآن يؤكدون بهذا الخطاب أنهم كانوا هم وراء الإرهاب الحقيقي والإجمال وأنهم استخدموه لتأديب الشعب الجزائري الذي انتفض عليهم من بداية الثمانينات مع الربيع الأمازيغي إلى 5 أكتوبر 88 والجزائريين ينتفضون انتفضوا في بلاد القبيل الثمانين ثم في بالعباس في الغواط في وهران في قصمتينة في سطيف في القصبة في كل مكان تقريبا ثم كانت الانتفاضة الشاملة في 5 أكتوبر لكن حينما اختار الشعب الجزائري ودخل في مرحلة حريات ومرحلة اختيار من يحكموا خرجوا الدبابات ثم أدخلونا فيها هذه المرة لن يمروا الوقت تغير إنهم لا يفهمون إنهم لا يفهمون أن الزمن تغير أن العالم أصبح قرية واحدة أن التليفونات نحن الآن نعايش الجزائر كما يعيشونهم لأن الاختصار بسيط تليفون في يد أي واحد ينقل لك كل شيء العالم تغير والطبيعة تغيرت والبشر تغيرت وهؤلاء الرديؤون الفاشلون لا أجد الكلمات ليوصفها لم يفهموا ولم يتغيروا أخشى ما أخشى أن تدوسهم الأقدام في الشوارع وهم يقولون هذه الخطابات الاستفزازية إن يدعوهم والله من قلب ومن أعماق قلبي أن يتفطنوا ويفهموا قبل فوات الأوان لأن فوات الأوان عليهم سيؤديهم إلى المشانق في الصحة العامة نحن لا نريد ذلك نحن نريد أن يتغير الحال سلميا والشعب والقضاء العادل فيما بعد يقرر ويستفيد الجميع من الحرية والديمقراطية